موسيقى كاستم شو سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والعائلية وعروض للسيارات والدراجات بدورته الرابعة في أرض المعارض في العاصمة الحبيبة أبوظبي موسيقى المعارض طبعا مثل ما أنتم شايفينه في دورته الرابعة لـ 2018 يعد من المعارض المتميزة في عالم التعديد في عالم الكاستم وايزنج طبعا يضم المعارض أربع فعاليات رئيسية اللي هي International Motor Show وكاستم شو اللي تحت مضلات يأتي الدراجات المعدلة والسيارات المعدلة وعندك بعض الفعاليات اللي تستهدف وكلاء جدد لبعض المصانع والمصنعين على مستوى العالم من أمريكا ومن اليابان ومن استراليا في العديد من الفعاليات اللي نحاول دايما تتناسب مع أكثر شريحة من الشراح اللي موجودة في الدولة ومن خارج دولة الإمارات لإعطاها الزخم العالمي ورفع الكفاءة في التركيب والتعديل على مستوى المنطقة ومن خارجة دولة الإمارات أنا هنا متواجدة للسنة الرابعة على التوالي في معرض كاستم شو الإمارات بما أني أنا البنت الوحيدة الإماراتية المصورة هنا فهذا فخر لي وأحب أشكر دولتي لأن أتاحت لي هالفرصة وأشكر بعد إدارة كاستم شو لأن أتاحت لي الفرصة هذي كل سنة يطلبوني أني أكون من ضمن المنظمين معاهم سنة عن سنة كاستم شو قاعد يتطور وايد في ناس وايديوننا من أوروبا من الشرق الأوسط بعاد من دول الخليج قاعدين يشاركون سنة عن سنة كل مرة يزيدون اليوم شاء هذه ثالث سنة عندنا هني مشاركين فيها كل سنة ما شاء الله الوضع يزيد عندنا يعني الأفضل بخصوص معايير السلامة مثل ما تشوف نحن قبل أهم شي عندنا سلامة الناس قبل كل شي هذا وفي بعد شروط ثاني اللي هي فحص السيارات لازم تتأكد من البطارية أن ما فيها ليك أن ما فيها هاي الأمور كلها فنحن الأول والآخر سلامة متسابق عندنا يعني شو ما يكون نقدم في حلبة الاستعراض مكان آمل للمتسابقين لظهار مهاراتهم ونبعدهم عن الشارع والماكن اللي بضر بسلامتهم سلامة الآخرين الفكرة في الاستعراض بشكل عام في معرض الكسم شو معرض الكسم شو هو يطلع السيارات المميزة الصناعات نقول اليدوية الأشياء الغير المميزة اللي ما تحصلها في أي مكان فإحنا اللي ميزنا في باقي المعارض يكونوا مثلاً اليدروفت الصالون أو سباق السيارات إحنا مميزين بأن اليدروفت هو شيء طبعاً لسيارات الفورويل من الإمارات بشكل عام وأول خليج بداية مشاركتي في كسم شو إماريت العام الماضي عام 2017 بعد ما تم تتويجي في كسم شو 2017 المركز الثاني على فئة الأوفرود بدت الفكرة صار عندي من الحماس بعد ما تعرفت وشفت كثير من الخبرات الموجودة في كاستم شو الإمارات جمعت بعض الأفكار بعد أسبوعين من منتهى الشو بداية مشروع جديد اللي تشوفونه وراني